كيفية اعطاء صلاحية المشرف بتثبيت تعليق في البس المباشر او اللايف على التيك توك تابع معايا السلام عليكم انا ياسمين عشور النهاردة كده جال لي سؤال هو انا ينفع لو انا مشرف بس مباشر على التيك توك اقدر اثبت تعليق اقول لك ايوة تقدر تثبت تعليق هتقول لي ازاي هقول لك تابع معايا الشرح كده ياريت قبل ما نبدأ شرح النهاردة تعمل لي لايك وتعمل اشتراك في القناة اسئلة كتير جات لي انه انا اه عايزة دلوقتي اسبت تعليق وانا مشرفة طيب لازم صاحب اللايف اللي يعطيني الصلاحية ان انا اسبت تعليق ازاي يعطيني اشراف يعني مسلا لو انت دخلت دلوقتي الشخص اه يعني اه محبب لقلبك وحضرت معا اللايف وقال لك سبت لي تعليق مسلا هتقول له اديني الصلاحية طيب اديني الصلاحية ازاي وهو يوري له الفيديو بتاعنا يلا بينا نروح على التيك توك عشان اقول لك ازاي وبنختار علامة الزائد وبعدين ببدأ اضغط على حاجة اسمها لايف بنبدأ نضغط على اللايف بالشكل ان شايفينه ده قبل طبعا ما بنفتح اللايف بنبدأ ان احنا نزبط اعدادات اللايف من بقى مشاركة لللايف من اللي انا هضيف صورة او اكتب عنوان لللايف بتاعي او قلب الكاميرا او اعمل تجميلات او كده فاقل تصويد فببدأ ان انا ازبط اللايف بتاعي طيب اقول لك بقى ازاي نعطي صلاحية المشرف بالتثبيت التعليق بنروح مع بعض على الاعدادات كده وطبعا هنلاقي حاجة اسمها المشرفون ببدأ ان انا اضغط عليه هنا هتلاقي كل اللي انت عامله اشراف اي شخص انت عامله اشراف بزي ما انو شايفين كده اه طبعا بنضغب بقى على كلمة ادارة بضغط على كلمة ادارة هنا وهنا بقى زي ما انو شايفين انت بتديله بقى صلاحية باي طبعا لو انت عايز تقفل الصلاحيات دي بتقفلها عادي يعني يبقى مشرف بس مقدرش يتحكم في الحاجات دي يقدر ان هو اعدادات التعليقات يعني ممكن يرجع التعليقات واللي مش عاجبه بيحزفه بيقدر يحزفه لو انت مفعل الموضوع ده يعني انت مفعل اعدادات التعليقات كاتم الحسابات ممكن هو يعمل كاتم للحسابات اي حد دخل شتم او حي احد قال الفوز مش كويسة ممكن هو يعمله كاتم المدة معينة بضغط على الكاتم ويعمل الحساب ده كاتم ما عافش يكتب تاني هنا حظر الحسابات انت بتعطي له صلاحية ان هو يحذر الحسابات الموجودة في هنا تثبيت التعليقات هنا ممكن هو يثبت اي تعليق عندك طبعا زي من شايفين هنا مفعل لو انت عايز تعمله يعني خلي بتعطي صلاحيا او يثبيت تعليقات فانت بفعل دي زي ماِ متفعله كده بيبدأ بقايا يعمل تعليقات وحضر حسابات كاتم حسابات وبيي يزبط اعدادات التعليقات طب north anna عايز ازيله فببدأ ان انا ازيله من هنا بعمله ازالة زي من شايفين انت بتعطيه صلاحية تثبيت التعليقات ويبدأ يسبب يسبب التعليقات عادي جدا اي تعليق بيبدأ يتحكم فيه واي تعليق قدر ينزله امتى ويرجعه امتى وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي فيه التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفكم على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته